في مثل هذا اليوم الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر المحرم الحرام وذكرى شهادة إمامنا السجاد عليه السلام لنتناول هذا الموضوع في فقرة ذاكرة الأيام ونسلط الضوء على إمامنا السجاد عليه السلام الإمام السجاد عليه السلام هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام الشهير بالسجاد وزين العابدين هو رابع أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ولد في الخامس من شعبان سنة ثمان وثلاثين هجريا واستمرت إمامته خمسة وثلاثين عاما اتسمت الفترة التي عاشها الإمام زين العابدين بكثرة الأحداث التي وقعت في التأريخ الإسلامي ومنها واقعة كربلاء حيث كان حاضرا فيها والتي استشهد خلالها أبيها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته ولكن بسبب مرضه لم يتمكن في المشاركة في القتال وبعد أن سبية العيال على يد جيش عمر بن سعد كان الإمام السجاد عليه السلام مع موكب السبايا وبعد أن ألقى خطبة مؤثرة في مجلس يزيد بن معاوية بين من خلالها سمو مكانة أهل البيت وحقيقة أعدائهم إضافة إلى شرح ما جرى من رزايا في كربلاء رجع بالسبايا من الشام إلى المدينة السلام عليك يا سيدي ومولاي يا زين العابدين يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا اشتركوا في القتال